أنشأت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري ثمانية عشر مجمعا خيريا في عدد من الدول المشمولة ببرامج المساعدات الإنمائية حول العالم بتكلفة إجمالية بلغت سبعة ملايين درهم ضمن مشاريع البنية التحتية والتنموية وذلك مقارنة بسبعة عشر مجمعا خلال الفترة نفسها من العام الماضي وأكد محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع بالشارقة الخيرية أن المجمعات من المشروعات التي تحظى باهتمام المتبرعين الذين يرغبون وضع صدقاتهم في أعمال تدوم بشكل مستمر وينتفع بها كثير من الناس مشيرا إلى أن الجمعية ضاعفت عدد تلك المشاريع نظرا لما توفره من بنية تحتية لتنمية مستدامة وترتقي بالخدمات والمؤسسات في البلدان التي ليست لديها القدرة الاقتصادية على إنشاء تلك المشاريع لسكانها وتعمد الجمعية إلى تعمير المناطق السكنية في البلدان الفقيرة بمشروعات خدمية متنوعة توفر لسكانها الحياة الكريمة وتخفف عنهم عبءة ومشقة التنقل إلى البلدان المجاورة للحصول على الخدمات المرغوبة حيث تتضمن تلك المجمعات منشآت بالغة الأهمية لسكان مثل آبار مياه الشرب والفصول الدراسية والمحلات الوقفية والمساجد